بعد عام من جلسة الاستماع الأولى يمثل المواطن الكويتي فايز الكندري المعتقل في سجن جوانتانمو لجلسة استماع ثانية لبحث الإفراج عنه بعد 12 عاما قضاها دون محاكمة الكندري محتجز في سجن جوانتانمو منذ العام 2002 دون أي سند قانوني أو مبرر لهذا الاحتجاز فلم يتم توفير محاكمة عادلة له أو توجه أي اقهامة صريحة بحقه وكانت القوات الباكستانية قد ألقت القض عليه في العام 2002 وسلمته للقوات الأمريكية التي وضعته في سجن جوانتانمو حيث خضع لأكثر من 400 جلسة استجواب وفي عام 2014 عقدت جلستي استماع لآخر معتقلين كويتيين في جوانتانمو هما فوز العودة ثم تلاهب أسبوعين فايز الكندري وكانت نتيجة المراجعة إيجابية لصالح فوزي وسلبية لفايز وتم الإفراج عن فوزي وعدل البلاد بشرط أن يبقى بمركز التأهيل لمدة ستة أشهر في حين تم رفض الإفراج عن فايز الذي تقدمت هيئة الدفاع بطلب جلسة استماع أخرى له والتي حدد اليوم موعدا لها ويره فريق الدفاع أن الفرصة أفضل هذه المرة للإفراج عن فايز من الجلسة السابقة وذلك لعدة أسباب في مقدمتها الالتزام بالتعهدات الحكومية التي قطعتها الكويت لتسهيل الإفراج عن فوز العودة ما يعطي مصداقية للتعهدات الكويتية للإفراج عن زميله فايز الكندري يضاف إلى ذلك قيام إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتعيين مفوض خاص للإشراف على عملية إغلاق المعتقل بالطبع الأمر ليس محسوما ولكن الوضع بالنسبة لإحتمالات الإفراج عن فايز الكندري تبدو أفضل من الصيف الماضي ومن المتوقع أن تصدر هيئة المراجعات الخاصة بمعتقل جوانتانمو والتي سيمثل أمامها فايز الكندري قرارها بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع من إنعقاد جلستها اليوم جدير بالذكر أن هيئة المراجعات هي لجنة مشتركة ومؤلفة من جهات أمريكية عدة منها القضاء ووكلة الاستخبارات الأمريكية سي آي اي